السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة معنا بروجيكت جميل جدا البروجيكت ده هو عبارة عن ان احنا بنعمل انترفيس مع 5 سير مقابل سنسورز بنعملهم انترفيس مع الاردوينو ميجا نعملهم انترفيس مع الاردوينو ميجا احنا بنستخدم البروتوكول بتاعنا الكممينيكيشن ما بين الميديولات ده هيت وصفيتها انها بتاخد السير مقابل تكبرها وبتديها طبعا السيجنال بتبدأ لحد مثلا ما بتبقى ميلي فولت بيكبرها الميديول ده هوت حسب الحرارة المتسلطة على السنسور طبعا السنسور الهد بتاعته طبعا هين السير مقابل المشهورة طبعا السير مقابل كل سير مقابل موجود على الميديول بتاعه الميديولات دي مربوطة مع الميجا بتلت اطراف طبعا كل ميديول هو اساسا خمس اطراف ليه طرفين تغزية اللي هو بتاعهم وتلت اطراف اللي هو الاس بي اي بتاعتنا زي ما احنا شايفين بتربط الخمسة دول باطراف معينة على الميجا بنستخدم 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 سبع خمسة بمربوطين كلهم مع الاردوين وميجا كل سنسور بتلت اطراف مربوط مع بورتات معينة في الميجا طيب بعدها بده بربط مع الميجا بيبقى احنا الهدف من الموضوع ده ان احنا في الاخر ناخد الريدنج بتاعت السنسورات ده هيت وبنطلعها على سيريا المونيتور ما بين كل الريدنج والتانية في كومة وطبعا بنبعت خمس سنسورات في سطر واحد بعد كده لين باي لين مع التايم كل 300 ميلي ساكند بنبعت سطر هنشوف دلوقتي على البي سي هنشوف القصة عبارة عن ايه هنشوف ان السير مكابل بتاعنا بيطلع الريدنج بتاعتنا على السيريا المونيتور بشكل كويس جدا في ستيبل في سنستيفيتي عالية عندنا طبعا السيروم مكابل يمتازن انه بيئيز درجات حرارة عالية تحدد قريبا ألف درجة السنسور ده عندنا طبعا ميزاج كتير للسيروم مكابل بردك هو دقيق يعني بردك نسبة التفاوت فيه ما بتزيدش عن درجة وببعض لحما يعني ما بتكملش الدرجة تماما يعني بسعب اجزاء من الدرجة هنشوف دلوقتي التفاوت بين خمس سنسورات عشان نعمل كومبيرما بينهم فنفس الوقت احنا بنحتاج الحاجات دهية علشان نعمل مثلا data log على مثلا فوردن على مشغولة مثلا في الخراطة او على الفريزة عشان نشوف تأثير الخراطة او التفريز عليها نقدر نعرف مكان معين ونعمل data log عليه يعني ده عندنا بيستخدم في استخدامات كتيرة جدا ان احنا نقدر نعرف درجة حرارة جسمه معين وكزا منطقة في الجسم دهوت ونقدر نعمل كيرفات ونقدر نعمل نحطها على برامة قوية ماس وتحليلية وكده زي الماتلاب وزي حاجات تانية كتير تقدر تطلعنين ريزولت بتفيدنا جدا في التحليل العلمي لدرجات الحرارة بتاعت المشغولة او بتاعت الدفايس او الفوردن او اي حاجة احنا عايزين ايه زراجة تحريطة هنيجي نشوف دلوقتي هنا على السيري المونتور حالا هنتقل الجي سي وهنشوف عندنا الكود نفتح السيري المونتور ونشوف اللقن طبعا عندنا هنا هنشوف السيري المونتور اهي قدامنا سير مقابل زي ما احنا شايفين ده اللوج بتاع السيري المونتور نفتح ده عندنا الكود بتاعنا تمام زي ما احنا شايفين لين باي لين وهو طبعا في تحديث طبعا واحد يقولي طب احنا عايزين نعرف فين سنسور واحد وفين سنسور اثنين وثلاثة واربعة وخمسة هنيجي اهو كده لو جينا هنا هوت ومسكنا اي سنسور يعني مثلا هنيجي ايه مثلا السنسور ده اهو وروح مسكينه كده هوت حطه كده بين ايدينا ونمسكه كويس وهو نيجي هنا هنشوف اي سنسور هكتري تزيد درجة حرارته هنعرف انه هو ده السنسور اللي المفروض احنا مسكينه وترتيبه هنستنى شوية طبعا هو بياخد وقت الحد ما يعمل او اي درجة حرارة الايد او اي درجة حرارة المسلطة عليه يعني عمتا واي درجة حرارته ثلث تفرق عن البقيين و就是說 ما يخرج واسم قلاز موقع طبعا السنسور التالي هو بيجيب ساعات 34 وعمالي طبعا ايه هيزيد طبعا القصة ان احنا لما بنمسك بالإيد لإيد درجة حرارتها يعني الخارجية السطحية دي مش درجة مناسبة انها تقيد درجة حرارت الجسم لكن برضا كمناسبة دلوقتي هنلاقي عمالي يزيد عكس مثلا ما نسخن عليه بولاعة او بهوت اير الوضع بيقى مختلف تمان ممكن دلوقتي نشغل هوت اير ونسخن هنلاقي برضا فرق التغير سريع ريسبونس بقى اعلى بكتير عشان درجة حرارت الهوت اير عالي طبعا درجة حرارت ايدي الواحد مش كافية هنجيب هوت اير اهو مثلا نشغل هوت اير طيب نشغل هوت اير نسلط مثلا على سنسور معين سيما يكون زي اللي هو ده ونبتدي هنروح هناك ونشوف اي واحد اللي هيزيد طبعا اول واحد هقول بزيد ستة وتلاتين وشوية اهو ستة وتلاتين هنسخن كمان اهو لو بنراحز اهو اروح نبص نلاقي درجة الحرار ونبص لكام هنا حاجة واربعين وهي زي ما احنا شايفين يبقى ده سنسور رقم واحد نروح الى سنسور تاني ساخن عليه مثلا البعيد دهوط ويبقى الكابل كده اهو 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 ادعى مثلا هنروح هناك ونشوف ايه درجة الحرار اللي زادت اه شوف ده هو اللي احنا سلطنا عليه الهوط اير مقريب اللي هو رقم تلاتة اللي هو ده والبقين طبعا عشان كانوا جنبيه الهوط اير طبعا الهوة سخن واحد تاني فيه ده 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 اللي احنا كنا مسلطين عليه وده اللي كان جنبيه ان الهوط اير طبعا هوا بينتشر حوالين منطقة كلها بسخن طيب كده ان شاء الله نكون قدمنا لكم فكرة عن البروجيكت جديد اه ما لتصير منكابل اه وان شاء الله نلتقي ببروجيكتات تانية منطعة بمرة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة